هذا وتواصل لجنة العفو الرئاسي عملها بشأن خروج دفعات عفو جديدة من المحبوسين احتياطيا وذلك في ظل تنصيق كامل بين جهات الدولة المعنية وتمثل تلك القرارات نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الأراء وتشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة